السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشف صلاح البتني قبل ما بدأوا الفيديو تعلق نهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلمون رسول الله لأفضل الصلاوات وما تنسوش تقابوني في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفاتي ايضا ما تنسوش تكثروا لي من اللي جامل هذا الفيديو وتبارتجوها مع حبابكم باش توصل أكبر عد من المتابعين واليوم ان شاء الله راح نشارك معكم فيديو جديدة في هاش حال من وصف بالمناسبة انا حضرت العرس ولقيتم حضروا هذ الأطباق وهذا كل نهار كنت شبعا ايا قلت كنت نروح للدار نعاود نحضر نفس الوصفات بطريقتي الخاصة وكما اشتروا الوصفة الأولى اللي هي لمثوم بليبولات بالحم البقري والوصفة الثانية كما كنتشوفوا حضرت لكم حميس انتا العرس بكمية قليلات قدرت حضرها في الدار وشاركت معكم ايضا هذ القراتان اللي رفقوه مع الكفتا ولا مع طاجين الجبين مع سوس بلونش مع مرقا زيتون المهم كما نشوفوه في الاعرس وانا راهم ما اعطوا ليش الوصفات يعني جوزكي كنت ثم كما قلتكم مكلتش بزاف بسح ذوقت حسيت كل حاجة ووش فيها ايا قلت نروح للدار نشاركها مع المشتركين وكما كنتشوفوه المونيرا هو بزا بزا في شهي نتمنى انكم تجربوا الوصفات التالية عنها اليوم الحمجة طايب زبدة وبالي ما نحكيوا على هذاك اليقراتها نمرضك لطريقة التحذير مشاهدة متى على الجميع قبل ما نبدأوا في تحذير وصفتنا حبيت نشارك معكم هذا اللقام اللي لحقتني عندي ميغا ستور ماركة بي بي اف طاقم انتع كوكوت في سبع قطع راح يهنك في كوزينتك يعني اي امرأة تحلم بهذا الكوكوت هو عبارة عن اينوكس ديزويت سور ديز يعني عالي الجودة هذا هو اعلى جودة في الاينوكس وهذا التاقم يتكون من كوكوت 7 لتر بلوز كوكوت 5 لتر كسكاس وغطاء اين كين غطاء زجاجي باش نرجعوا الكوكوتا تعنا تأمر ميطة سواء انت 7 لتر ولا 5 لتر يعني فقط نغيروا هذو كل الغطاءات هذا ما كان سينا نحبو نرجعوها كوكوتا ندروا هذك المقفال تعالي اينوكس اللي يجي مع هذك الساعة باش نقدروا نحسبوا الأكل تعالى نسو ساعة 10 دقائق 15 دقيقة كما تحبو ايضا كما قلتكم فيهم شباك انتع فريتوز باش نقللوا البطاطا ولا نقللوا اي حاجة وزيد الحاجة اللي عجبتني بزا في هذا التاقم انه ما يلصقش وفيه هذك سيستام تحت توزيع الحراري مزودة بثلاث انظمة الامان والحيماية باش نقللوا سيستام دو سيكوريتي متوفرة بسعر هايل راهي غير ب1980 دينار جزائري فقط للطالب راح نقليكم رقم الهاتف اسفل الشاشة وراح نقليكم لباج انستغرام تحهم ميغا ستور بلوس باش تقدروا تديروا لكومود التوصيل لروا في 58 ولاية وكان ايضا توصيل اضو ميسيل يعني مسلوها لكم حتى الباب الدار اذن هذي يورح نقليكم الروابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف نمروذو كل طريق تحذير وصفتنا ونبدأ مع الوصفة الاولى انتع المثوم اول حاجة عندي اطراف انتع الحم سواء انتع الخروف ولا بقري حبب بصل مراب يزوس انتع الثوم كمية من الحمص حبب تعبيض ملح فلفل كحل لمارغارين عندي ملعقة تعفالينا ملعقة تعالى شابلير وكمية ملعقة تعالى شابلير وكمية من الافيونداش اللي حنديروا بها لبولات انتع المثوم نبدأ لباكتلها في تحذير المرق في كوكوطا انتع الطاقم انتع بي بي اف رح نديروا شوية زيت مع ملعقة تعالى مارغارين خليوا الزيت والزبدة تعنا تسخن مليح بعد نجلب هذوك الاطراف انتع البقري ولا كما قلتكم انتع الخاروف نقعد نقلب فيهم نقليهم ملح حتى نشوهم ياخذوا لون محمر باش يتلقون لبنا ونروحوا في هذو الوقت نحنا نوجدولي بولات عندي كمية من الافيونداشي زوسنا تنتع الثوم عندي ملعقة تعالى شابلير ملح فلفل كحل وصفار بيضاء ورح نخلطوا هذوك المكونات نزيدوا شوية انتع الزيت ونخلطوا هذوك المكونات كم مع بعض حتى نتمزجوا ونبعد رح نبدأوا ونشكلوا في لي بولات مدلوش كوريات صغيرة ومدلوش كبار بزاف المهم عينكم ميزانكم رح نشكلهم عفوا بهذا الطريقة حتى نكمل نشكل كامل كمية ونبعد رح نكملوا الوصفة تعنا بعد ما نكملنا لي بولات نحطهم على جهة ومن جهة اخرى رح نطلو على القدرة تعنا بعد ما تقللنا هذك الحم وطلقنا هذيك العسرة اللي فيه رح نرميه هذيك البصلة والثوم ورح نزيد ونقللهم مليح دائما نقول لكم السر انتع البنة تعال أكل تعنا كنعود ونقللهم في هذيك الثوم مع التوابل مع هذك الحم باش يعطينا هذيك البنة وما يجيش للمرق تعنا صامت بعد ما قللنا هذيك البصلة وقللنا هذي بالت ضفنا ملعقة متوسطة انتع فارينا هذيك تعدي سار وعندي ملح في الفل لك حل وعندي الكمون الفارينا اللي هنا رح تساعد للمرق تعنا ما يجينا شميه رح يجينا خاثر ورح نقلل هذي المكونات كامل مع بعض مدة عشرين دقيقة يعني قد ما قللنا مليح هذك الحم مع ذوك التوابل مع البصلة قد ما رح تجي للمرق تعنا بنين وعندي الهنا كمية بالماء اللي غليته اللي ما لازم يكون سخون بما انه استعملنا للحم لازم الماء يكون يغلي وكما كنت شوفوا لنا رح نقفلوا لكوكو تعنا رح ندوروا الصفارة الدرجة الثانية ودرت لهنا الحساب في هذيك الساعة درت نسف ساعة بعد ما تصوني تخلص نص ساعة ذيك تصوني هذيك الساعة نطفيو عليها كما قلتكم عندها هذيك السفارة لازم يفتحوها على مرتين نخرجو منها هذيك وحتى نطهبط الصفارة لتحتها منين شريت لكم عليها جنس تكي طهبط سيبو نحيو المقفل تعنا بكل سهولة واللي هنا يكون المرق تعنا طب لك باش نخثروه وباش نقسله رح نرميو هذيك الليبولات مع الحمص أنا عندي الحمص تعال باللارة رح نضيفوه في الآخر نزيدو أيضا كمية من المعدنوس ورح نحط المقفل تعالكوكوطا بلا ما نغلق عليها الجسد نحطو نقوي شوي النار ونخلي الليبولات تعي يطيبو مع ذاك الحمص وزيد المرق تعنا يخثار وشوفو لنا النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد ما زدنا حوالي ربع ساعة هذه هي النتيجة رح نجيبوه الصحل رح نقدمو فيه الوصفة تعنا حطيت أطرف اللحم مع ذاك الليبولات انتع الفيونداشي الحمص ولا صوص وزيد زينتهم في الأخير مع لترونش تعالليمون وشوية انتع المعدنوس والوصفة تعنا الأولى رح يحضر معنا نمرو ذاكو الوصفة الثانية رح نحضر معكم قراتين كما قلتكم أنا القراتين يكلتوا في العرس نوعا ما مختلف ولكن هذا ثاني بزاف بنين وجام شمخ من أرواع ما يكون في هذك الكوكوطة بتاع سان كليتر انتع تقم بي بي اف من ميجا ستور درت شوية تعزبدة مع شوية زيت وعندي نص سطر دجاج قطعته إلى أطراف عشوائية يعني مش بالضرور أن يكونوا مربعات صغيرة هاكي أطراف يكونوا نوعا ما كبار ورح نقل لهم في ذيك زبدة والزيت حتى يأخذوا لون محمر نخليهم على نار اللي تكون أقل من متوسطة جوست يأخذوا لون محمر نجيبوه نص حبة بصل مرابيا مع سنة ولزو سنة صغار انتع الثوم وأيضا رح نزيد نخليهم يتقل لهم مليح مع بعض بش يطلقونا هذي كل بنا فلاصوس نقعدو نقلبو فيهم مرة على مرة بالنسبة للتوبل أنا درت ملح في الفلكحل اللي حب يدير توبل تعد دجاج يدير بصح ما تكثروش شوية تعلم عدوس أنا درت ملح في الفلكحل وجاء القراتم بزاف بنين يعود دي جاسل نزيد نقلي هذو كتابل مع هذيك البصلة والجاج قد ما نقليهم قد ما رح يعطي وناء بنا راني نكروا ونعود يعني السر نتعلى الأكل تعنا بش يجينا بنين ولا في المرق لازم نقليهم ليح والهنا أنا مرقت بالمال يكون بارد بما أنه الجاج مهمش بارد ولا سخون عادي مرقت الهنا أغمرت هذيك الجاج بالبلاصوس وخليتو حتى نخثرت لذيك اللاصوس والجاج تعيط رح ننحيو الجاج على جهة نحطوه في صح نخليه حتى نيبرد وراح نفتو وغير بالأصابع تعيدينا ومن جهة أخر حكمت حوالي رب حبت نتعى الباطاطا قطعتو مبتدة مربعات صغيرة قليتهم وضفتهم في ذيك اللاصوس حوالي خمس دقائق شربت هذه الباطاطا هذه اللاصوس وذوق رح نرمي هذا الجاج اللي فتتو مع هذه الباطاطا ونقلبوه حتى أيضا نزيد يشرب هذه اللاصوس يعني اللاصوس تبقى لكم حوالي نصف انجال هذا ما كان رميت هنا شوية معدنوس طفيت عليها النار هذه الباطاطا والجاج وروح نجدو اللاصوس اللي رح نرفقوها لقراتنا عندي علبة تعالى كرام فراش كما ممكن ديرو كاس تحليب احنا بكرين ديرو كاس حليب كما كانتش لقرام فراش ولكن ذوكا بما انه كان لقرام فراش درت علبة تعالى كرام فراش زوج حبات تعالبيث عندي فرماج تارتيليس بلوس هذا تعطى الواف روماج العلبة الخضراء درت منها زوج ملاخ كبار رح يعطيكم محت فرماجة لقراتنا تعالكم من أرواع ما يكون عندي ايضا فرماج رابي سبيسيال بيتزا تارتيليس ايضا نحيت ايضا طرف ورح نرابيه باش يعطني هذيك التعليكة لقراتها ونخبطو هذ المكونات كان مع بعض بالفويو لبلفرشيطة حتى نتمسجو مكالة تحطوها على النار يعني باش تذوبوا الفرماج ديريكت رح نفرغوها في الكوكوطة يجب تخلي الجج تحكم البطاطا يبردو باش ذاك البيض ميطيب الكمش اتونسيون رح نخلطو هذيك لاصوس تاع البيض ولك الانفرش مع ذاك الجج والبطاطا والمعدنوس ونبعد رح نجيبو بلاطو زوجاجي ولا قلب تحديد مهم ليفوت الفرن ندهنه بلا مارغارين ولي لبزيت نحط لون محمر ونطفي عليه بعد الهنا طب لي هذك القراتا قلبتو الوجه الثاني تحبو تخليوها كيك وتشبحو من فوق بالقارس ولمعدنوس سينو انا قطعتو مربعات وحطيتو بهذا الطريق وتقدروا ترافقوه المرقى زيتون تقدروا ترافقوه الكفتا كما تحبو اما بالنسبة للحميس انت على العراس اللي انا نحضر معاكم ودار البوز عند الهنا فلفل حار كما ممكن ديروا حار وحلو كما تحبو انا عندي الحار راح ننقيه من هذك الزريعة تاعو الطريقة جيد سهلة نحيو ذا كراس ومبعد نقسموها فطول ونحيو هذه الزريعة بعد ما نكمل كامل الكمية انا اللي لازم تستعمل وقفازات باش من بعد بزاف وما ترحيو شخشين بزاف ذا كتشوفو النتيجة ورح نرحي هذه الكمية كامل بنفس طريقة ومن بعد ان شاء الله نكملو الوصفة تاعنا من بعد ما رحيت هذا الفلفل تاعي كامل درتنا حوالي كيلو ورطل نجيبو مقلة ندلو فيها شوية انتع الزيت ورح نحطو الفلفل لهنا الزيت ندلو كمية قليلة فقط نخليو الفلفل تاعنا في المقلة نقعدو مرة مرة نقلبو فيها بدون اي اضافة حتى نشوفو الحميس تاعنا ولي الفلفل تاعنا شرب هذه كلا صوص يعني لازم يشربها خلاص النار تكون اقل شوية من متوسطة يعني خليوها على نار يعني في عقل ها طيب ما توابل نطفيو عليه النار وقبل ما نطفيو عليه راح نزيد له شوية انتعزيد زيتون في الاخر يعني زيدو قبل ما نحطه في الصحن وفي الاخر ايضا اللي يحب يشبح بالزيتون ولا بالطن ولا بالمعدنوس كما يحب مهم زيدو له في الاخر زيد له قطرات انتعزيد زيتون صرت اذا كان حار بزف انا اللي احطته في الصحن تقديم درت له زيتون اسود وزيتون اخضر وشوية زيتون وشوية المعدنوس وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها احميس تا الاعرس بكمية قليلة تحضرها للدار يعني راح تفرح بها العائلتك ويجي بزف بنين اذن هذا لنهر اليوم حضرت لكم وصفة المثوم على وصوله حضرت لكم ايضا هذا الطاج اللي جبن والقرات اللي ديما شوفوا في الاعرس وحضرت لكم ايضا الحميس العرس ولكن بكمية قليلة اذن ما بقى علي ان اقول لكم شاهد بصحة ما تنسوش تبرتاج الى فيديو مع الاصدقاء والاحباب ما تنسوش تخلي ولي اراء اي حاجة ولا اي وصفة بغيتها خليوها لي في تعليقات راني مرة مرة نقرأ تعليقاتكم وراني ناخذهم بعين الاعتبار يعطيكم الصحة على دعمكم اذن هذه كانت الفيديو اليوم يبقى لكم شاهدكم بالصحة والسلام عليكم